مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب كتير او بنسعد بمشاهدتكم ومتابعتكم لهذا البرنامج وكمان تفاعلكم مع كل حلقة سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب ويعني بيبقى بركة كبيرة ان احنا نسمع منكم وبركة كبيرة ايضا ان احنا نقرأ كل تعليقاتكم على الحلقات عايزة اذكر حضراتكم في بداية هذه الحلقة بيوم مهم جدا وهو يوم 18 الاسبوع الجاي 18 نوفمبر وهو اليوم العالمي للصلاة من اجل المؤمنين من خلفية اسلامية وهو يوم عالمي في كل مكان بيتم فيه الصلاة لاجل الاخوة العابرين ولاجل حياتهم ولاجل نموهم في معرفة الرب وموضوع السنة دي هيكون موضوع عن الاتهاد لان كثيرين منهم يعانون الاتهاد بصور مختلفة فانصلي لاجلهم ان رب يثبتهم عشان كده قبل الحلقة حابب ان انا اعرض لحضراتكم فيديو هو يكون بالانجليزي لكن مخصوص بهذا اليوم لكن على الاقل ممكن تعرفوا الويبسايد وتقدروا تدخلوا وتتابعوا معنا هذا اليوم المهم نسمع مع بعض though is good november is a special month for us because it's the MBB global prayer day on that day we will pray with and for and together with all the MBBs the Muslim background believers around theakt the world because it is a global day so we will be having a live show on al hayaad الله تيوي بموحبات زندگي تيوي كنال حيات and many others because this is a day that it is all over the world we're spreading the message to pray for the persecuted muslim background believers please be a part of this and guess what it is easy mbbglobal.net take that link give it to your friends share it in your church because we need you to pray for us آمين الرب يبارك هذا اليوم ويكون هذا اليوم سبب بركة فعلا لكل الإخوة العابرين الذين يمرون في آلام وفي دقات بسبب إيمانهم بالرب يسوع المسيح موضوع نهاردة موضوع شايد جدا وموضوع مهم جدا جدا لأنه هتكلم نهاردة عن أجمل شخصية وهي شخصية الرب يسوع كل طبعا برامجنا هي موضوعها الأساسي هو شخص الرب يسوع لكل المجد لكن هتكلم النهاردة عن المسيح الخادم المسيح الخادم وهتكلم بالأخص عن نبوة واحدة من النبوات اللي تكلمت عن خدمته اللي هي موجودة في إشعياء 42 هو ذا عبدي الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشوارع صوته إلى آخر هذا النص المهم جدا جدا وهنشوف العجب النهاردة يعني بنتكلم عن البركة كلها في الرب يسوع لكن هنشوف للأسف أيضا جانب آخر وهو جانب العجب من اللي أنا بسميهم لصوص النبوات لصوص النبوات أشهر لصوص هم لصوص النبوات عن من تتحدث هذه النبوة؟ عن مين؟ كلنا طبعا كمسيحيين على طول تقول عن الرب يسوع لأنه متى ذكرها وكمان سجلت في العهد الجديد في تحقيقها في حياة الرب يسوع لكن المزال البعض إلى اليوم يعني بيقاوح أنا بصراحة بيصعب علي الإخوة المسلمين هقول لكم ليه بيصعب علي بيصعب علي أنهم بيدوروا على يعني إبرة في كومة أش ومش هيلقوها هي أساسا مش موجودة بيدوروا على أي حاجة تثبت نبوة رسول الإسلام أي حاجة يكون أي إشارة يعني بالأخص في الكتب السماوات بالأخص في التوراة أو العهد القديم وفي العهد الجديد كويس؟ في الكتاب المعدس بصفة عامة ها يموتوا يلاقوا نبوة فكل اللي بيلقوه يروحوا لويينه كويس ويحاولوا يخلوا يقول اللي هم عايزينه يسمعوا بس للأسف يعني رب يصوع قالها وبينصدقوا وختمها ومش ممكن بعد كلامه يكون كلام تاني قال إيه؟ سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثيرين فكل الذين أقتوا بعد المسيح من وجهة إيماننا المسيحي مهما حاولت مهما يعني شوفوا لو سوري يعني لو رأستوا قدامنا كل اللي جهت بعد المسيح هما أنبياء كذبة أنا مفيش بعد كلام المسيح كلام تاني مفيش بعد كلام المسيح بالنسبة لينا كمؤمنين كلام تاني هو اكتمال إعلان الله عن نفسه الله بعدما كلم قديما الأنبياء بأنواع وترك كثيرة أو الأباء يعني كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في ابنه فبعدما كلم الأباء بأنواع وترك كثيرة مختلفة في العهد القديم كما للإعلان الإلهي هو في شخص يسوع المسيح ولا يوجد بعده إعلان طيب لكن برضو نحاول أن إحنا نوضح ونفسر ونبسط إيمانا المسيحي لمن لا يقبلون هذا شوفوا بقى ده يعني ده قمة أنا بسميها قمة الكوميديا بتكلم جد يعني أنا بحترمو كشخص لكن ما يقوله هو بالنسبة لي تهريك هو بالنسبة لي لا يرتقي إلى أي مستوى إلا مستوى التهريك كويس فنسمع يقول لينا هنبدأ بالنبوة التي أحبها جدا جدا نبوة إشعياء 42 الكلام عن العبد المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم على طول على طول قال لك على طول هو العبد المختار المصطفى كويس سر أعلنية سر أعلنية بجد لا 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 تجد معلم يهودي ولا تفسير يهودي ولا ولا معلمين اليهود القدماء أو الحديثين ولا معلم المسيحية ولا أباء الكنيسة ولا أي حد بيقول الكلام الي هو بيقوله ده كويس لكن مسكين بيدور على إيه بيدور على اللي ضيع منه ومش هيلاقيه كويس ف قصائد معروف وكلمت عن موضوع ده شوية إنه إشعياء بالأخص الجزء الثاني يعتبر إشعياء في الحقيقة هو أكتر سفر كويس بيتكلم عن المسيح هو أكتر سفر بيتكلم عن المسيح يعني بنسميه ده مسيانيك برافت يعني هو النبي اللي بيتكلم عن المسيح كتير ولا يوجد سفر آخر في العهد القديم مليان نبوات عن المسيح زي سفر أشعر يمكن بييجي في المرتبة التانية سفر زكريا كويس معينه صغير لكن أيضا مليان بالنبوات عن رب يسوع لكن أشعياء كلمنا كتير كلمنا عن يولد لنا ولد ونعطى ابنا أشعياء تسعة كلمنا عن أشعياء سبعة أنه هالعزراء تحبل والتالد كلمنا عن المسيح الملك المسيح المتألم يعني كلمنا عن قصائد الخاصة بالمسيح سواء اتنين واربعين وتسعة واربعين وخمسين وثلاثة وخمسين اتكلمنا عن أيضا نبوة واحد وستين أنه روح سيدة رب علي لأنه مليان أشعياء بالحديث عن شخص المسيح كويس فمن ضمن الكلام عشان كده لازم نفهم أنه أشعياء لما بيكلم بيكلم عن المسيح وبيكلم عن بيستخدم عبارة عبد أو الكلمة عبد يشير بيها إلى ثلاث شخصيات ولازم نفرق واللي بيقول لنا كده هو النص النص نفسه هو اللي بيقول لي هو هنا بيستخدم العبد ده إشارة لمين أو قاتي يستخدم كلمة عبد لإشارة إلى إسرائيل هو ده عبدي إسرائيل أو يعقوب كويس فالنص نفسه بيقول لي كده يعني يعني لو مثلا لو رحت إلى إلى نفس الأصحاح أصحاح 42 ومن عدد مثلا 19 من هو أعمى العبدي وأصم كرسولي الذي رسله من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب وبعد نفس النص بتكلم فيه عن إسرائيل فالنص ده بيوصف لنا فشل إسرائيل كعبد للرب إسرائيل فشلت في محمدها المفروض أباركك وتكون بركة المفروض أنه تكون نور للأمم لكن إسرائيل فشلت كويس وأوقات بيستخدم كلمة عبد الإشارة إلى شخصيات زي مثلا موسى عبد الرب إبراهيم كعبد الرب كورش الملك اللي هو الأشوري أنه هو يخضع لمشيئة الله يتمم اللي ربنا أقامه من أجله وهو أنه يسمح لشعب إسرائيل بالرجوع إلى هورش المرة تانية فبيكلم عنه في أصحاح 44 من أشعياء 45 على أنه أيضا عبد الرب لكن هناك قصائد خاصة بيكلم فيها عن شخصية ما هذه الشخصية هي شخصية المسيئة وزي ما قلت القرينة هي اللي بتقول لي بيكلم عن إيه فإنه زي ما قلت أنه هذه القصائد هي أشعياء 42 وأشعياء 49 وأشعياء 50 وطبعا أشهر أصحاح وهو أشعياء 53 طيب هو ذا عبدي الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم يجي سؤال هو أنت يا شيخ ويز يا من تؤمن أن الكتاب المؤدس محرف لماذا تصدق أن النبوة دي على رسول الإسلام ممكن تكون محرفة كمان لكن هو هيبرر دوا وهيقول لنا هو يعني نظرية الإشعياء إيه نشوف فالكتب دي ما كتبهاش أنبياء ومش مكتوبة بوحي واليوم سنتكلم عن نصوص موجودة في سفر إشعياء يعني الكتب دي مكتوبة مش بوحي وما كتبهاش أنبياء وكانه بيتكلم يعني المصيبة الكبيرة في هؤلاء أنه أنا معرفش السقة اللي بيجيبها دي بيجيبها منين هو طبعا دا بياخد كلام النقاط ما بيقراش حاجة تاني النقاط نفسهم اللي بيتعانوا في الكتاب المؤدس يروحوا أخذ كلامه ويردده زي البغبغان مش مكتوبة بوحي ومش كتبها أنبياء لما هي مش مكتوبة بوحي ومش كتبها أنبياء بتتجرأ ليه وتاخد منها بتتجرأ ليه وتاخد منها بتحاول تثبت ليه إيمانك منها أنا مش فاهم ما دي اللي أنا بسميها الشيزوفرينيا بتاعة الإخوة المسلمين عندهم فعلا انفصام في الشخصية لما نفس الأصحاح نفس السفر نفس السفر اللي بيكلم عن اللي هو بيقولك أنه الآيات دي بتتكلم عن رسول الإسلام أصحاح 42 نفس السفر بيكلم عن هل عزراء تحبل وتالت ابن نفس السفر بيكلم أنه يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام نفس السفر بيتكلم عن وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره يشفينا هو الشوزفريني دي هتوصل لفين بتكلم بجد ما هي إما يعني 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 إما تاخد السفر كله إما تسيبه كله إنما تاخد اللي ييجي على مزاجك بس وعلشان تلويه وتسيء تفسيره علشان تثبت منه إنه رسول الإسلام تنبأ عنه الكتاب المعدس يا راجل ده بجد اللي اختشوا يعني هقول إيه ما شفتش ما شفتش يعني يبقى سارق النبوة سارق النبوة وبيطعم في بقية الكتاب المعدس يعني فعلا حرمية النبوات طيب طيب نسمع نكمل الفكاهة بتاعتنا الفترة الترفاهية بتاعتنا نسمع والمفروض قلنا مين ما يمكن أنت بتفهم أكتر من الرب يسوع ما يمكن أنت علامة في اليهودية أكتر من تلميذ المسيح ما يمكن أنت علامة في اليهودية أكتر حتى من معلمي كمران اللي تواجد السفر كاملا مع بعضه في مخطوطة واحدة في كمران ألم يقول الرب يسوع كما قال أشعياء النبي يعني انتهت كما هو مكتوب في سفر أشعياء النبي ولما دفع عليه السفر في المجمع دفع عليه سفر أشعياء وأرى من إشعياء عايزنا نصدقك ونكذب المسيح للمجد ده إيه ده أنا فعلا أسوري يعني أنا بداي جدا من كمية السقة العمياء اللي هم عندهم دي وعلى فكرة كل نظريات النقطة دي مردود عليها حتى نظرية المصادر اللي كانت تؤمن أنه التوراة يعني مكتوبة بأربع مصادر هذه النظرية هذه النظرية أساسا من سنة من نهاية السبعينات وسقطت حتى عبر عبر وسائل لا نعلم تفاصيل لكننا نقول في النهاية ما جهيل كان عندهم تراث من ضمن هذا التراث ممكن معلومات منقولة عن الأنبياء بمستويات مختلفة من الدقة وفي النهاية تم كتابة سفر إشعياء فبنلاقي في سفر إشعياء حق وباطل أين هو الحق وأين هو الباطل ومن هو المقياس مين أنت بقى لها تقرر حضرتك كنت قاعد كده جاي لنا ولبس لنا الألوان الجميلة دي ها هتقرر هتقرر أنهي نص هو حق وأنهي نص هو باطل هتاخد إشعياء 42 لأنه من وجهة نظرك ها عايز تثبت أنه تكلم عن نبي الإسلام أما بقيت إشعياء فهي باطل ما هو الكريتيريا ايه هي المعايير ما عشان أنا أحكم على أنه النص ده حسب وجهة نظري طبعا عشان النص ده حق أو النص ده باطل لديه عندي كريتيريا المعيار اللي عنده إيه إنه ما يتناسب مع إسلامي يبقى حق وما لا يتناسب مع إسلامي فهو باطل ده ده هو المعيار فالمعيار مش معيار موضوعي المعيار معيار شخصي ومن أنت سوري يعني مين أنت عشان نقبل كلامك إن أنت تقرر ما هو المعيار مين أنت ولا بالنسبة لنا بالنسبة لنا أنت إنسان بس يعني أنت من حيث الفكر ومن حيث المنطق لا شيء بصراحة منطقك مغلوط وفكرك مغلوط وجاي بأجندة مسبقة باقتناعات مسبقة عايز تثبيتها تسيت وبعدين من ضمن الحق الموجود في سفر إشعياء الإصحاح من ضمن بقى الحق هو من ضمن الحق طب واربعين النصوص التي تشير بشكل صريح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قبل أن نقرأ النصوص الموجودة في سفر إشعياء نجيب عن سؤال في غاية الأهمية كيف تستطيع أن تعرف أن هذه النصوص تمثل إشكالية كبيرة جدا عند النصارى عندما تجد أن النصارى في ردودهم على هذه النصوص بيتجهلوا حججك تماما أوكي هو اللي مدايقه أنه لما بيقدم هو حججه إحنا بنهملها طب هو أنا بقولك دي شمس أنت بتقول لي لا دي بقرة يا عمي دي شمس من نور بتاعها هو منورة دنيا ومدفية دنيا دي شمس دي في كبد السماء شمس لأ أنت بتقول لي دي بقرة طبعا عمل معاك يا سيبك وامش ما هو المنطق اختفى المنطق اختفى أخد بمعي باللي أنت بتقوله ليه لأن اللي أنت بتقوله غلط اللي أنت بتقوله غلط فبالتالي سوري يعني لا نعتدي بيك ولا نعتدي بي كلامك هو مدايق بقى أنه إحنا كمسيحيين ما بنعتدش أبدا بالحجج اللي هما بيقدموه لأنه بالنسبة لنا الحجج اللي أنت بتقدمها باطلة وليست حجج على إطلاق لكن نكمل خلينا نكمل نسمع بقيته وبيتجهلوا شرحك تماما وبيتجهلوا أدلتك تماما وبيقدموا ردود تتجاهل تماما أي طرح أنت بتطرحه فيما يخص هذه النصوص طيب حلو يعني إحنا مفروض البرنامج بتاعنا برنامج سيريس لكن خليني أسمعكو هو فيديو افتكرته وهو بيقول الكلام ده فش كده هسمعه لكم هو بيقول حاجة غير منطقية وعايز عايزك أنت تقبل الغير منطقي ما هو غير منطقي عندنا في المصر فيه مثلا يقولك نقول تور يقوله حلبوه ما هو تور هنحلبه إزاي يعني يعني وعايزني أقبل كلامك على أي أساس افتكرت فيديو اللي جايدة نسمعه مع بعض و نكمل أقول أنت صيني يا أخي أنت ما عندك مخي فكر مخي ده مخيوط بأسمنت ألسى شي كريد يا شيكي صيني لا أنا أسألك سوى لأنت صيني ولا ما أنت بصيني يا ابن الحلالي يعني شايفيني لوني أبيض والعيوني كده ولا شعري ناعم يعني شايفوا لابس اللبس السوداني وحاطت العمة السودانية ولونه أسمر ولهجته سودانية ويجي يقول له انت صيني ده بالزبط اللي بيقوله الدعية عايز يقنعنا أنه النص ده بيكلم عن رسول الإسلام ما فيش منطق أساسا طيب نكمل النص ده يحمل عندنا قدسية لا يمكن أبدا أنها تعطى لشخص غير المسيح زي كل النبوات في العهد القديم نبوات العهد القديم تحمل في ذاتها قدسية قصة لأنها كلمات الله إعلانات الله عن شخص الابن يسوع المسيح واللي مش قادر المسلم يتخيله وبيقاوح فيه هو لا قادر يفهم يعني إيه المسيح يكون عبد ويعني إيه المسيح يكون خادم كويس ويعني إيه المسيح أنه يأتي ويأخذ سورة إنسان يصير كإنسان مش فاهم الموضوع ده هو لما يجي كلمك يقول لك ما ينفعش أصلي كلمة عبد لا تنطق على المسيح لما نتكلم هنا على المسيح المتجسد الإبن الذي ارتدى منذ الأزل في مشيئة الله وفي مشورته الأزلية أن يأتي إلى علامنا آخذ سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع ومش أدري يفهم إحنا ما عندناش على فكرة تعارض إحنا بنشوف المسيح كما هو كما أعلن عنه الكتير المؤدس بنشوفه كلمة الله الأزلي الإبن الأزلي ونشوفه أيضا يسوع متجسد خلينا نكمل هو هذا عبد الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم أي آري للنص ده مش ممكن أبدا نروح إلى رسول الإسلام مش ممكن أي واحد عنده ولو يعني نقطتين من المنطق يروح إلى رسول الإسلام لأنه النص ده لازم يفهم في قرنته ولازم يفهم أيضا في كلام إشعياء عن المسيح بكلم عن كمال الطاعة كأب كمال الطاعة بيكلم بيكلم عن تعيينه منذ الأزل لفداء الإنسان بيكلم عن روح الله الذي يحل عليه بيكلم عن أنه يخرج الحق للأمم وأنا أخذ جز جز نتكلم مع بعض عن هذه الأجزاء طاعة الإبن نتكلم هنا عن طاعة الإبن المسلم عنده مشكلة كبيرة لما تقوله طاعة الإبن مدام طاعة يبقى عبد مدام طاعة يبقى إنسان بس على فكرة إحنا في إيماننا المسيحي بنؤمن بالثلوس الأقدس لكن كمان بنؤمن أن الثلوس الأقدس الله الموجود بذاته والناطق بكلمته والحي بروحه هناك أيضا أعمال لكل واحد منهم ويس وهناك علاقة علاقة أزلية بين ذات الله وكلمة الله وروح الله نجد التلاتة مع بعض في الخليقة كما نجد أيضا دور التلاتة مع بعض في الفداء وده ده من نسبالنا غنى في الإيمان المسيحي أنت مش قادر تفهمه ولا تشوفه طاعة الإبن متى أطاع الإبن منذ هذا عندما قرر أنه يأتي لفداء الإنسان وكلمت النبوات في العهد الأديم عن كده كتير يعني لما نقرأ مثلا في مصمور أربعين وفي عدد سبع يقول حينئذ قلت ونبوه عن رب يسوع أنا خايف أقول النبوات يروح سريئها هو ويبعضين يعمل عليها حلقة جديدة فيعن الواحد بيبقى هنيئذ قلت هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي لما أنا هاجي هاجي لكي ما أتمم مشيئت بالقاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وعلى فكرة إلهي هنا هي النبوة تتكلم هذه النبوة نقرى تفسيرها في عبرانين لم يقول لذلك عند دخول العالم يقول دبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيئت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر ثم قلت هانا دااجي في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله كلمة الله المتجسد أتى لكي ما يتمم مشيئة القاب المشيئة اللي أعلنت منذ الأزل واللي الابن وضع على عطقه أن يتممها منذ الأزل طاعت عشان كده حتى الرسول بوليس لما جيك كلم عن الرب يسوع واتضاعه كلمنا عن إزاي المسيح له المجد وضع نفسه وقطع حتى الموت فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إسكان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لا وكل هذه الكلمات هي تأكيد للهوته لكنه أخلى نفسه والكلمة صار جسدا أخلى نفسه آخذ سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب في حياة المسيح لكل المجد على الأرض بنرى الاتضاع هناك مراحل للاتضاع الذي إسكان في سورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه هذا الاتضاع بدأ بالتجسد هذا الاتضاع بدأ بالتجسد وأيضا رأيناه في حياته على الأرض لم يكن له أين يسند رأسه لوجد اتضاع أكثر من كده واكتمل هذا الاتضاع بالصلب يبقى مراحل الاتضاع التجسد الحياة والصلب دي مراحل الاتضاع لكن هناك أيضا مراحل التمجيد مراحل التمجيد هي القيامة من بين الأموات بر هنا على أنه ابن الله بالقيامة من الأموات صعوده إلى سماء ومجيء التاني لكي يدينا الأحياء والأموات ده التمجيد وزي ما عندي ثلاث مراحل أزهروا لي اتضاع المسيح هناك أيضا ثلاث أمور أزهروا لي مجد المسيح احنا كمؤمنين مسيحيين عارفين كده كويس وعلى فكرة ده لا يمثل لنا أي مشكلة يمثل لي كنت مشكلة لأجل تصورك المشوه لا يمثل لي نحن مشكلة نحن متصالحين جدا مع المسيح ومع حقيقة من هو يبقى اتضاعه هو ده عبدي طدع اتا لكي ما يحقق المشيئة التي هي منذ الأزل عشان كده حتى الكتاب لما يقول لنا كلمات وعبارات نفهمها في هذا دور لم يقول لي مثلا ان دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسسه ازاي دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسسه ان لم يكن المسيح قد وضع نفسه واطاع منذ الأزل كابن ككلمة الله انه هو اللي هيضع نفسه ويحمل خطايا العالم ويخلص الانسان اعدده قال لك ازاي بقى هو يعدده ما هو اذا كان هو بيعدده يبقى هو محتاج الى تعديد شوف في آية جميلة جدا توضح لنا النص ده ده كلام الرب يسوع في يحنى خمسة كلامه في يحنى خمسة كلامه مهم جدا وآه لو فهمنا هذا الكلام يقول كده لانه كما ان الآب له حياة في ذاته يعني ايه الكلام انه حياة الآب ليست مصدرها حد تاني انا وانت حياتنا مصدرها الله ان نفخد نسمة الحياة اللي فينا دي بتاعة ربنا فحياتنا مش من دوتنا حياتنا من الله نفسه كويس عشان كده الآب له حياة في ذاته حياته مش مستمدة من شخص اخر حياته الله موجود بذاته زي ما الاطفال كده دايما يسألوك يقولك طب اذا ربنا هو اللي خلقنا هو مين اللي خلق ربنا ما خلقه شحد لانه موجود بذاته حياته بذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته الابن الذي هو كلمة الله ايضا له ايه له حياة في ذاته له حياة في ذاته حياته ككلمة الله هي حياة في ذاته هو من نفس الجوهر عشا كده الابن مصدر الهيته هو نفس الهية الاب المسيح هو نبع الحياة وقوامها بحق تمتعه بحياة الاب ذاته عشان كده العبارة دي لما جي فصرها الدكتور ابراهيم سعيد في كتابه شرح بشارة يحنى الدكتور القص ابراهيم سعيد لو يعتبر مؤسس كنيسة أسر الدبارة يعني أول راعي كان ليها واللي أسسها قال الكلمات الجميلة دي قال إيه قال العدد ده يتضمن عبارتين قد يرى فيهم الأول لأول وهلة شيء من التناقض في كلمتين ممكن لو أرناهم لأول وهلة نشعر بتناقض أعطى وفي ذاته إزاي يكون إنه أعطى الابن أن تكون له حياة وإزاي الابن حياته في ذاته العبارتين دول يبدو على من الأول وهلة أنه هناك تناقض إلا أنه بيقول فالمسيح باعتباره فاديا ووسيطا أعطي هذه الحياة منذ الأزل كوسيط كفادي أعطي هذه الحياة منذ الأزل أما باعتبار كونه إلها ذا جوهر واحد مع الآب فالحياة ذاتية فيه بل هو نبعها ومعطيها والمسيح نبع الحياة ومعطي الحياة عشكذا المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ما قالش أنا هرشدكم إلى الطريق ورشدكم إلى الحق ورشدكم إلى الحياة قال أنا أنا هو الطريق والحق والحياة شخصه شخصه نيجي إلى الجزء الآخر مختاري الذي سرد به نفسي المصطفى آه يعني المصطفى مختاري الذي سرد به نفسي لأنه الابن الله موضع سروره هو الابن الأزلي الكلمة الأزلي ده موضع سروره ورشد كده هذه المحبة لما نقرأ إنجيل يوحان أصحاح 17 تكتشف أنه هذه المحبة التي لي عندك منذ كون العالم أو قبل تأسيس العالم كلم عنها الرب يسوع كتير هو السؤال هنا متى تم اختيار المسيح منذ الأزل زمن الاختيار هو الأزل لأنه أزلي أزلي الذي سرت به نفسي بصراحة معلش يعني متزعلوش مني لما الواحد يقرأ السيرة النبوية لا يصر بها لو واحد عائل لا يصر بها ليست موضوع سرور الإنسان العائل ما بين الغزوات وما بين الحروب وما بين النساء وما بين الشهوات وما بينهما يعني كإنسان لا أصر بها ودايما نقول من كل قلبي بجد الإخوة المسلمين يعني العائل العائل اللي يختار سيرة يتمثل بها ولو حطيت المسيح أنا آسف يعني أنا بعتبر نديف من وجهة نظري دي خطية بس أنا بس حاب وضح نقطة مسيح لا يقارن مع أحد لا يقارن مع أحد لكن لو افتردت لو افتردت إنك عملت مقارنة بين حياة المسيح كما هو في الأنجيل والسيرة النبوية أنت بتعمل مقارنة ما بين النور والظلمة بتعمل مقارنة ما بين الحياة والموت اللي أساسا مفروض إنها ما ينفعش تعمل مقارنة زي لا يوجد من علم كما علم المسيح ولا يوجد من عمل كما عمل المسيح ولا يوجد من أحب كما أحب المسيح ولا يوجد من أعطى كما أعطى المسيح ولا يوجد من أنقى وأقدس كما كانت حياة المسيح تيجي تقول لي مختاري بأي صفة ده مختار الله مختاري عش كده بقول تم الاختيار ليكون المسيح الفادية الفادي في ده الإنسان منذ الأسر وأعلن هذا الاختيار للعالم لما أتى المسيح أعلن للعالم أكتر من مرة أعلن للعالم يعني عند معمودية الرب يسوع ماذا أعلن الله الآب من السماء والصد ده سمعون اللي كانوا موجودين ماذا أعلن أعلن هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت مختاري الذي سررت به نفسي يعلن في بداية خدمته الآب من السماء يعلن من بداية خدمته لكل الجموع اللي كانت موجودة أنه اللي انتوا شايفينه ده هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت هو ابني منذ الأذل لكنه أعلن للعالم والجموع عند المعمودية إنه هذا الشخص ليس كباقي البشر ده كلمة الله المتجسد هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت مش مرة كم مرتين مرة تانية عند التجلي على جبل التجلي لما تغيرت حقيقته لما بوترس ويحنى ويعقوب بوترس ويحنى ويعقوب سمعوا هذا الصوت من السماء وفيما هو يتكلم السحابة نيرا ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له سمعه الابن هو مصررت الآب طيب مش بس إنه هو مصررت الآب لكن كمان يأكد إنه وضعت روحي عليه أنا لما بصراحة بدرس أو أقرأ ما بحبش بصراحة أضيع وقت كتير في ظلاميات أحب أضيع وقت في أنوار أحسن واحد يقرأ حاجة ترفعه بس يعني واحد لما بيقرأ محمد ما عرفش حاجة عن الروح ما عرفش حتى المسلم ما عرفش حاجة عن الروح الكدس من وجهة نظره الروح هو جبريل و لما يسألوك عن الروح كل هذا من أمر ربي يعني ما تقولش أي حاجة كلمة نيرك تلم عن دس تكلم عن الروح الله وروح الله في الفكر المسيحي هو شخص الله نفسه لأن الله روع فزي ما قلنا الله بذاته موجود بذاته ناطق بكلمته وحي بروح فاحنا مش بنكلم على على قوة هلامية كده بيتنزل على شخص أو أو أي حاجة يعني غير شخصية لكن الروح الكدس هو شخص الله ونكلم عن الروح الكدس ونكلم عن شخص الله يوم بوترس واب بخ حنانيا وسفير قال لهم لأنكم كذبتم على الله على الروح الكدس وضعت روحي عليه وده ده إعلان الله اللي هيعلنه من خلال حياة المسيح الإعلان ده بدأ من نقرأ عنه من من إشعياء حداشر على فكر يا جناب الشيخ من فضلك ما تسرقش الآية دي لأن أنا عارف أن أنت ممكن تسرقها وتنسبها لرسول الإسلام يقول كده ويخرج قضيب من جزع ياسا يعني منين من جزع ياسا من شجرة بيت ياسا بحسب الجسد هو ابن داود يخرج قضيب من جزع ياسا وينبط غصن من أصوله وعلى فكرة دي في أشياء وإحنا بنؤمن إنها حق زي ما بنؤمن إن كل أشياء حق وليس فيه باطل الباطل أنت الذي تقدمه لك لا يقدمه إشياء فيخرج قضيب من جزع ياسا وينبط غصن من أصوله ويحصل إيه ويحل عليه روح الرب وبعدين يديني هنا ثنائيات روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب في تجسده هيعلن المسيح المسية وأي تفسير على فكرة سواء يهودي أو مسيح هياخد النص ده على إنه المسية في تجسده هيعلن حضور روح الله وبعدين مش بس إشعياء 11 أشعياء 61 أنا كمان بخاف أجيب النص ده لألا برضو يسرقوا لأنه يعني هم مشهورين بالسرقة لما يقول إشعياء في 61 روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعدق وللمأسورين بالإطلاق طيب أخد مدخلة وأرجع أكمل مع حضرت الأخ رياض ألو 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 المسيح دكتور عشرف أهلا وسهلا بحضرتك أنا بصراحة موضوع السلوس دوت عمل لهم أنا جام أزاوي أزاوي أنا عايز أعرف إزعلين ليه أين مزعلهم أهلا يا سيدي أنا هقص معهم لآخر نقطة اللي هي ما فيش بعدها نقطة طيب نحن نعبد ثلاثة أهلا طرقت معك وإيه أه أصوات أنا أحرميهم بالثلاثة أهلا طرقت معك وإيه النهاردة الثلاثة أهلا هدول بيخرجوا إنسان سوي عندك إله واحد بيطلع إرهابي اختار إيه وبعدين إيه حكاتي الوحداني ما كل الناس في الديانات في العالم كله هو وحداني اللي بيقب الشجر بقولك لا إله إلى الله وأن الحذر هو الله اللي الحذر القتل عندك إله مشوش مشوشر شفير بيعلم الناس الفذق والزنى والدعارة وخبرك بتقول عليه إله يعني هل معنى إن إحنا بنعبد الثلاثة لها. يدي إيمة لمحمد أو يدي إيمة للإسلام ما نستفرش أي عاج خاص. أنا بجيب أخب الأخب خاص. أنا مكلمتي بحاول أن حدق معني إيه حكاية أنتوا مش عايزين تفهموا السلوس السلوس بتاعنا. عشان مش عايزين مش عارفين عشان مش عايزين هو مش عايزين. يعني عارف حضرتك أخرياد بالزبط ينطبق عليهم كلام الرب يسوع لقاله على اليهود. قال لهم أنتوا لما كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة. يعني اللي يقول أنا مريض ده مش هملهوش خطيئة. لكن اللي يقول أنه هو سليم وهو مريض فخطيئتكم قائمة. هو هو مش عايز يفهم. هو رافض يعني هو رافض بالفهد وكما عندنا برضو في كتابنا العظيم المقدس إلى هذا الظهر الذي أعمى أزهان غير مؤمنين أعمى وعومي وبعدين زي ما برضو كتابنا العظيم يقول الأعمى الذي يخد أعمى كله هو في الحفر يسكت في الحفر صح أعمى كلها راحة في الحفر يا يا راحة احنا بنسلي بسأولنا حضرتك حاجة العجلة ضارت أكيد لا محالة يعني أن أرضى أي واحدة عندي يخش على الفيسبوك يشوف الشباب المسلم اللي بيقرأ يعني جايين عندهم فاجعة رهيبة في إسلامهم فاجعة رهيبة في محمدهم فاجعة رهيبة في التعلم اللي هتعلموها وكلهم أفليل على نفسهم ده في شباب بيقولك أنا مش عارف أنا بقى أحد منهم بقولك أنا بقى لي شهرين في البيت مش عارف أخرك لأنه فعلا يعني العجلة ضارت أمين وإحنا نصال وإحنا نصال إنه رب يفتقدهم طبعا ما حالا في شهر أحنا بنوجيهم وإشوف يكفي يكفي الحلقات والحبابة بتعملها والغيرك بعملهم هي دي قدت لهذا الكلام أشكرك حبيب شكرا لك شكرا لك أخ رياض يشكر رب من الأجل ورغبين من أجل رب يباركك رب يباركك شكرا يعني زي ما قلت إنه المشكلة كبيرة بتاعت الأخ الدعية وغيره إنه على فكرة هو بيقرأ بس هو بيقرأ جاي جاي للكتاب بيقرأ هو عايز يصب معرفته على الكتاب أو عايز يثبت من الكتاب حاجة طيب لما الرب هنا تنبأ دي نبوه إنه أشعياء 11 بيكلم عن عن روح الله وأشعياء 61 بيكلم أيضا عن روح الله رب يسوع لما دخل المجمع شوف الآية الجميلة دي إنه إنه في قبل ما أراها لؤى لؤى واحد يقول عن عن ميلاد الرب يسوع الروح القدس يحل عليك ده كلام الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العليت وظليلك والمولود لذلك أيضا القدس المولود منك يدعى ابن الله في حياة رب يسوع لم تنفصل أبدا عن روح القدس لكن أعلنت للعالم أعلنت للعالم من خلال حياته وميلاده وعش كده يقول حتى في المعمودية ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة هو ما كانش الروح القدس موجود لا موجود إنما ده إعلان للعالم المرئي اللي قدامه إنه هذا الشخص مؤيد بقوة الروح القدس هو كلمة الله الأذلي هو الكلمة الأذلة التي صار إنسانا لكن كمان روح الله يعلن من خلال حياته شخص الله لشان كده لما دخل المجمع في مدينة النصرة ودفع عليها سفر أشعياء على فكرة يا جناب الداعية يعني لما الكتاب يقول إنه سفر أشعياء بسفر أشعياء مش عارفين مين اللي كاتبه ماشي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي ده الرب يسوع هنا اللي بيقرأ روح الرب علي لأنه مسحني لأمشر المساكين أرسلني لأشف المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعم بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية كامل الكلام وأكرز بسنة الرب المقبولة عمل ليه الرب يسوع ليه المجد ما لهمش دي نبو على فكرة هتيجي بعد 600 سنة ما لهمش كده ما لهمش إن دي نبو هتتحقق فيه واحد ما نعرفهوش ده طوى الصفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم إيه أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم يعني تم فيه في المسيح ويحل عليه روح الرب تم فيه مسيح بيقول إن الكلام ده بتاعي أنا وجاي لنت تقنعني إن الكلام المقدس هذا يمكن أن يتحقق في غير مقدس لا يصيح ولا يرفع يرفع ولا يسمع في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خميدة لا يطفي إلى الأمان يخرج الحق لا يمكن أبدا أن تنطبق على رسول الإسلام لا يمكن لا يمكن تجيبها شمال يمين مش ممكن تنطبق على من كان يصيح على من كان يسب ويشتم على من كان يغزو على من كان يقتل على من كان يشتهي مش ممكن مسيح بيتبع طريق الاتضاع والوداعة لتحقيق مشيئته خليني خليني طبعا الآية دي الجزء ده بنقرأ تحقيقه في حياة الرب يسوع في متى 12 لكن علشان الوقت أسمعكو بس فيديو أخير إن جيل متى بيقول إن اللي عمل المسيح ده علشان يتمم الكلام اللي موجود في إشعية النبي وبيبتدي يقتبس من سفر إشعية 42 القضية دي متى عنده هوس في تطبيق النبوات اللي موجودة في العهد القديم على المسيح يعني 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 متى اللي عنده هوس أنا معرفش اللي انت عندك جنان ده تأثير بول البعير ده ايه ده ده جنان اللي انت بتقوله حضرتك ده جنان وبعدين لأنه الكلام بتاع متى مش عاكبه إن المتى اقتبس الآية دي على إنها تحققت في المسيح يسوع فبيعمل ايه فبي بي بي سب و متى ويتعن متى بكلمات ويتعن كمان أبونا يعني القمص عبد المسيح بكلمات أخرى كويس فيقولي بقى اسمع إنجيل متى بي ايوان خلينا نشوف دي متى ده إنسان فاجر يعني مثل النهاية القمص عبد المسيح بنوع من أنواع بجاحة بيقول بجد تده إنسان فاجر يعني مثل النهاية القمص عبد تده إنسان فاجر وصف وصف متى بإنسان فاجر وصف القمص عبد المسيح بإنسان بجاح طبعا كان رسول الإسلام هيتعلم البساطة والزوء منين أمين رب يكمل ونكمل مع بعض الحلقات اللي جاية